السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن راح نشرح المحاضرة الثانية من الفيسيولوجيا اللي بتتكلم عن الري أبزوربشن والسيكريشن للأماني هاي المحاضرة سهل كثير أسهل كثير من المحاضرة اللي قبل وفيها تقريبا المعلومات الأساسية فقط وأهم المعلومات يعني موضوع الري أبزوربشن والسيكريشن هو موضوع يطول شرحه ولكن صراحة الدكتور اختصرتها بمعلومات أساسية جدا طيب قبل لنبلش نحكي عن الري أبزوربشن والسيكريشن نرجع نحكي أنه أنا في عندي النفرون بتكون أفرانت وأفرانت أرتريولز البومينز سبيس بعدين في عندي البروكسيمال تبيول لوبوف هنلي الدستال تبيول بعدين الكوليكتينغ دكت الأفرانت أرتريولز رح بعدين بس تطلع لما تيجي تطلع من الجلومريولاس رح تروح تلف إيش تعمل تحاوض اللي هي الأذر تبيول زي البروكسيمال والبروكسيمال تبيول لوبوف هنلي الدستال تبيول وأيضا الكوليكتينغ دكت الآن مفهوم الري أبزوربشن والسيكريشن هم العمليات اللي بتيجي بعد الفلتريشن يعني إحنا أول إشي بصير في عندنا فلتريشن من الجلومريولاس إلى البومنز كابسول بعدين مباشرة أول ما ندخل على البروكسيمال تبيول هن رح يبلش أيش هن رح تبلش عملية على سبيل المثال الري أبزوربشن الآن ايش معنى الري أبزوربشن على سبيل المثال لو كان في عندي N A لو كان في عندي صوديوم N A صار له فلتريشن عن طريق الجلومريولاس إلى البومنز كابسول ودخل إلى البروكسيمال تبيول الآن السوديوم اللي صار له فلتريشن الجسم فعليا رح يحتاج إله فاللي بيصير إنه السوديوم رح يصير له ري أبزوربشن يعني رح ينتقل من البروكسيمال تيبيول إلى إيش إلى اللي هي البروكسيمال تيبيولار كابلل هاي بالنسبة للمفهوم العام أو البسيط للري أبزوربشن أما بالنسبة للسيكريشن السيكريشن مثلا على سبيل المثال لو أنا في عندي بوتاسيوم في التيبيولز أو بوتاسيوم إيش هون لو في عندي لو في عندي بوتاسيوم في التيبيولز أنا هذا البوتاسيوم بدي أطرحه خارج الجسم لإني بدي أتخلص منه لإنه على سبيل المثال لو كان وجوده لو هذا البوتاسيوم وجوده في الجسم بدون سيكريشن رح يأدي مثلا في بعض الحالات إلى هايبركاليميا وبالتالي أنا بحاجة إلى أني أطرح هذا البوتاسيوم خارج الجسم أوكي عن طريق السيكريشن ماشي من البيري تبيلر كابلري إلى مثلا في هذه الحالة اللي هي الكوليكتين داكت علشان يصير من أحد مكونات اليورن ويصير له إيش السيكريشن إلى خارج الجسم طيب الآن معلومة حلو نعرفها مش موجودة هون في السلايدات لكن ذكرت في المحاضرة أن عملية بتصير في البروكسيمال تبيول ولما تصير في البروكسيمال تبيول بتكون خلينا نحكي كيف يعني لازم تصير سواء بوجود هرمونات أو نيورال افكت أو بعدم وجود نيورال افكت أو هرمونال افكت أو هرمونال كنترول خلينا نحكي سواء نيورال أو هرمون الكنترول يعني الريابزوربشن في البروكسيمال تبيول بيحصل بدون حاجة إلى أنه يصير لها كنترول بينما ممكن أن يصير في الريابزوربشن في الديستال كونفوليت تبيول والكليكتينج دكت لكن الريابزوربشن اللي بيصير في هذه المناطق بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى هرمون الكنترول فهي بس هيك معلومة ذكرت طيب لآن إيش الهدف من الريابزوربشن حكينا نحن أول إشي بصرفي عندنا بصرفي عندنا فلتريشن تمام؟ بعدين في بعض المواد المواد اللي صارها فلتريشن بعضها رح يرجع يصير له ريابزوربشن والبعض الآخر رح يرجع يصير له سيكريشن حسب حاجة الجسم لهذه المواد أو رغبة الجسم في أنه يتخلص من هاي المواد لحتى بالنهاية أكون إيش؟ أكون اليورين اليورين اللي رح يصير له إكسيكريشن في النهاية طيب أهمية الريابزوربشن والسيكريشن أنه في بعض المواد أسرح نحكي عن الموضوع بشكل تفصيلي أكثر لازم الجسم يتخلص منها على سبيل المثال البوتاسيوم علشان ما تسبب له ما تسبب له خلينا نحكي حالات أب نورمل ماشي؟ أو ديس أوردرز معينة وفي مواد لازم تكون يصير لها ريابزوربشن زي مثلا رح نحكي كمان الجلوكوز وصير له ريابزوربشن بشكل كومبليت بشكل كامل لأنه أيضا وجود هاي المواد أو هاي السبستانسز ماشي رح يؤدي إلى أنه يكون في خلل أو وجود هذه السبستانسز في اليورين يعني وجود خلل في الجسم فأنا خلينا نحكي هي بقدر أحسب قيم الريابزوربشن وهذا موضوع حنتكلم عنه مباشرة بعد ما أكمل هي رح نقدر نحسب الريابزوربشن والسيكريشن للموليكوز لحتى نعرف نسبها وكمان عشان نقدر نعرف أنه مثلا هذا السبستانس هل رح يصير له ريابزوربشن ولا رح يصير له سيكريشن أو أنه ما رح يصير فيه عليه أي تغيير طيب الآن قبل لا نحسب قيم الريابزوربشن أو الريابزوربشن ريت والسيكريشن ريت لازم نتعرف على مفهومين مهمات جدا أولا المفهوم الأول هو الفلترد لود الفلترد لود هو عبارة عن amount of substance filtered into Bowman's space per unit ton بمعنى أنه خلال الدقيقة الواحدة خلال الدقيقة الواحدة أو هو مفهوم يعبر عن في الدقيقة الواحدة قديش هيكون فيه كمية من السبستانس صار لها filtration إذن خلال الدقيقة الواحدة كم كمية السبستانس اللي صار لها filtration لما يجي نحسبه بنحسب بنضرب glomerular filtration rate في concentration تبع هذا السبستانس في البلازمة فبيظهر بالنهاية عندي اللي هو filtered load على سبيل المثال هون احنا بنحكي عن البلازمة filtered load للبلازمة بحسب glomerular filtration rate في الكنسيكريشن تبع البلازمة الآن الإكسيكريشن ريت هو عبارة عن كمية السبستانس اللي بتطلع من الجسم أو كمية السبستانس اللي بيصر لها إكسيكريشن في الدقيقة الواحدة أو per unit time على سبيل المثال لو بننا نوخذ ال unit تكون minute خلال الدقيقة الواحدة وكذلك الأمر بالنسبة لل filtered load تمام إذن الإكسيكريشن ريت هي كمية المواد اللي رح تطلع رح يصر لها إكسيكريشن خلال الدقيقة الواحدة طيب وبتنحسب بحيث إننا أعرف بتنحسب بحيث إننا أعرف ال urine flow rate طبعا طبعا القيم هاي القيم كلها بتكون محسوبة أو بتكون جاهزة إحنا ما بنحسوبها يعني ما في عمليات صعبة فقط مجرد معادلة بنحطها ومنطبق هاي ما بنطلب مننا إحنا نجيبها بسؤال يعني مركب في أكثر من عملية ال urine flow rate ضرب ال urine concentration على سبيل المثال لو إحنا بدنا نأخذ سبستنس معينة بدي أحسب له هل هو executed ولا reabsorb بأخذ filtered load تبع هاي السبستنس الجي أف آر في البلازبا ال concentration لهاي السبستنس ال execration كذلك الأمر ال urine flow rate ضرب ال concentration لهاي المادة في ال urine طيب لان لو بدي أحسب ال reabsorption rate أنا إيش بحكي بحكي إنه بجيب ال filter load بنقصه من ال execution rate فبيضل عندي ال reabsorption rate هسا كيف صارت هاي المعادلة لان لو كان في عندي مادة X صار لها filtration فكان filtration rate يساوي كم فكان filtration rate يساوي 25 جرام لكل منت أوكي بعدين صار لها execution وكانت قيمة execution 15 ميلي جرام per minute طيب السؤال الآن إيش اللي خلى ال 25 تتحول إلى في النهاية في النتيجة النهائية إلى 15 السبب إنه في إشي طلع من اللومن شي يعني طلع يعني صار ال reabsorption ف15 15 زائد قيمة مجهولة صار لها reabsorption أعطتني 25 فالقيمة المجهولة اللي هي قيمة reabsorption اللي حكينا عنها عبارة عن 25 اللي هي filtered load ناقص ال 15 اللي هي execution rate فهذه هي المعادلة لا بالنسبة لل secretion rate بالنسبة لل secretion rate على سبيل المثال مادة أو substance Z صار لها filtration بقيمة 20 20 ميلي جرام permanent لما طلعت وصار لها بنهاية excretion صار لها excretion بنسبة 30 ميلي جرام أو بكمية 30 ميلي جرام أو بسرعة خلينا نحكي لأنه نحن نحكي عن rate 30 ميلي جرام permanent طيب شو اللي خلى هذي القيمة تزيد من 20 إلى 30 معناته أنا ضفت أشياء على التبيول خلت القيمة ترتفع 30 equals أو 30 نقصت أو مش هيك 20 زدت عليها كمية معينة أعطتني الثلاثين اللي هي excretion rate فهذا المجهول هو عبارة عن 30 اللي هي excretion rate ناقص العشرين عشان أقدر أطلع هاي القيمة اللي هي قيمة excretion ومن هنا جاءت المعادلات إنه أنا reabsorption filtered load ما شيء الكمية الكبيرة ناقص excretion rate الكمية اللي نتج عنها أو اللي نتجت بالنهاية اللي صار فيها نقصا فأنا هون بطلع reabsorption rate أما excretion rate فهي excretion rate القيمة اللي كبرت صار في عليها زيادة ناقص قيمة filtered load اللي هي القيمة الأساسية أوكي فزيادة اللي هي عبارة عن excretion rate طيب الآن بحكيري إنه لو كان filtered load is greater than excretion rate زي ما حكينا بالمثال السابق الفلترد load مثلا كان 25 ميلي جرام per minute والexecretion rate كان 15 ماشي فبحكي إنه السابستنس بشكل عام شو صار له صار له صار له net reabsorption of the substance أوكي بمعنى إنه القيمة فاتت 25 صار لها filtration 25 ميلي جرام per minute طلعت 15 معناته العمليات اللي صارت هون المجموعة الكامل لصالح مين لصالح reabsorption فأنا بحكي إنه صار لبالنهاية إيش reabsorption يعني مثلا كيف نت يعني شو إيش معنى النت النت اللي هي كيف يعني مجموعة reabsorption على سبيل المثال لو جبنا مادة نفس الإشي X هاي المادة X إيش ما لها صار لها هون reabsorption بنسبة كم بنسبة زي مثلا هذا المثال عشرة أوكي النتيجة النهائية طلع عندي 15 معناته المجموعة اللي صار هون كامل إيش reabsorption مثال آخر لو على سبيل المثال صار في عندنا هون صار في عندنا reabsorption ل 15 تبا وهون رجع صار في عندنا secretion ل 5 فنطلع عندي الناتج النهائي 15 طيب الآن بما أنه الـ filtered load 25 أكبر من 15 معناته نتري خلينا نحكي العملية أو محصلة العملية اللي صارت هي لصالح إيش لصالح reabsorption هون secretion هون 5 يعني بالآخر منطقيا لما 25 تقل ل 15 معناته أنا فقدت من المادة تغضي النظر شو صار عمليات لو 50 مليون عملية بالنهاية أنا فقدت تقريبا 10 من المادة راحوا إيش راحوا reabsorption حتى لو رجع نضاف مثلا 5 هون بنهاية في 10 صار لهم reabsorption كانت كمحصلة طيب بحكي لي أيضا كمان لو كان filtered load أقل than excretion rate net راح يكون secretion نفس المثال ولكن بالنسبة للsecretion شو بحكي لي بحكي لي مثلا لو كان زي ما حكينا substance x substance x تمام صار لها filtration 20 ميلي جرام pair permanent تمام صار لها excretion وكان excretion 30 طيب شو اللي صار اللي صار انه مثلا 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 بالبداية صار فيه reabsorption مثلا 5 ماشي بعدين صار لها reabsorption 5 مثلا وبعدين في هاي المنطقة صار لها secretion 10 وهاي المنطقة صار لها secretion 5 فالمحصلة كانت 30 الآن بغض النظر عن كل العمليات اللي صارت reabsorption secretion reabsorption بما انه بما انه الفلتريشن rate زاد الفلتريشن load او بالضبط الفلتريشن load بالنهاية لما مشى 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 بالاخر لما وصل ل excretion rate وال excretion rate زاد من 20 كان 20 as a filtered و as a excreted صار 30 معناته انا ضفت اشياء محصلة العمليات اللي صارت ان انا انضاف كم عشرة معناته المحصلة اشصار secretion الان رح نحل مثال بحكي لي انه a woman with untreated diabetes mellitus has gfr 120 m per minute plasma glucoz concentration 400 400 mg per deciliter urin glucoz concentration 2500 mg per deciliter urin flue rate of 4 m per minute what is the reabsorption rate of glucoz طيب طيب اول اشي لازم نعمله انه احنا نحسب اول اشي بنعمله بنحسب الفلتر لود الفلتر لود الفلتر لود عبارة عن الجي حسب القانون gfr في البلازما concentration تبع glucoz تمام طيب قيمة gfr هي عبارة عن 120 مل على اش منت ضرب 400 ميلي جرام per deciliter لان هون في عندنا نقطة مهمة جدا النقطة المهمة انه انا في عندي هون ميلي طبعا نقطة حسابية ليس لها علاقة بموضوع اللي بنحكي عنه ابدا وممكن يعني تيجي في الامتحان والواحد يتخربط فيها هون في عندي ميلي لتر هون في عندي ديس لتر لان انا حتى اجري اي بصير مية وعشرين مل على مينة ضرب ربعم ميت ميلي جرام على ميت ميلي طيب كيف عملت هاي العملية دائما في عندنا القاعدة اذا بحول من ديسي الى ميلي بضرب في مية اذا بحول من ميلي الى ديسي بقسم على مية بطلع الناتج فهاي هاي الميلي مع الميلي بتروح وبحسب بطلع عن ناتج كم بطلع عن ناتج 480 ميلي جرام الميلي جرام تنزل هون بالبداية على المنت بكون خلصت حسبت الفلتر لوت الان الاكسكريشن يساوي حكينا الريت تبع ال يورن فلو ضرب الغلوكوز في وين في اليورن طبعا هون الغلوكوز في البلازما هون الغلوكوز في اليورن طيب الفوليوم معطينا اياه اربع مل او اليورن فلوريت اربع مل لكل منت ضرب 2500 ملي لكل ديسي لتر بحول نفس الاشي الديسي لازم تتحول الى 100 100 ملي بطلع الناتج النهائي كم؟ بطلع الناتج 100 100 ملي جرام بطلع وهايك بكون حسبة ايش؟ بكون حسبة وحسبة وحسبة طيب الان في نقطة مهمة ممكن السؤال ما يحكي لي على سبيل المثال ممكن ما يحكي لي انه بدل ممكن يحكي للغلوكوز ممكن يحكي لي حدد اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان ولا وبعدين احسبة طيب بناء على هذا السؤال الفلتريشن ريت او الفلترد لود تمام اعلى من الاكسكريشن لود او الاكسكريشن ريت حكينا دائما لما يكون الفلترد لود اعلى معناته رح يكون ايش؟ معناته رح يكون ري ابزوربشن ري ابزوربشن يساوي اه 480 ناقص هي وبالتالي 380 وهيك بنكون حلينا المسألة الحسابية وممكن يجي عليها سؤال طيب لان ملنا نحكي عن الجزء الثاني من المحاضرة او خلينا نحكي ندخل اكثر بالسبستانسز طبعا السبستانسز اللي بيصر لها سواء ري ابزوربشن او سيكريشن كثيرة والحكي والشرح فيها يطول جدا ولكن التركيز في هاي المحاضرة رح يكون على الجلوكوز طيب ليش مهم ان احنا نعرف الري ابزوربشن للجلوكوز اول اشي معلومة عامة ومهمة جدا انو الجلوكوز بصير له ماشي كالعادة هاي الكلومريولوس تمام الآن الجلوكوز بصير له فلتريشن عادي طبيعي اوكي احنا حكينا البروتينات والريد سلز هي لما بصير لها فلتريشن لكن الجلوكوز طبيعي بصير له فلتريشن لكن مهم جدا انو الجلوكوز كله بصير له اصير له ري ابزوربشن بحيث يصير في إكسكريشن لليورين اليورين يكون خالي تماما من الإيش يكون خالي تماما من الجلوكوز ويعتبر 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 وجود الجلوكوز في اليورين علامة ومارك أو علامة أساسية ومهمة في تحديد وجود بعض الأمراض أو بعض الديسوردر عند هذا المريض وبالتالي فهم الريابزوربشن للجلوكوز جدا مهم طيب الآن الجلوكوز بكون موجود في اللومن تبع البروكسيمال تبيول تمام والمفروض أنه إحنا الجلوكوز ينتقل على الخلية ومن الخلية إلى البلد طيب إيش اللي رح يسمح للجلوكوز أنه ينتقل للبروكسيمال تبيول أولا الجلوكوز ما بينتقل بخلينا نحكي البروكسيمال تبيول لازم بحاجة إلى مساعد يساعده أو يساهم في دخول الجلوكوز إلى البروكسيمال تبيول والسبب لأنه الجلوكوز موجود في اللومن بلو كونسنتراتيشنز تمام؟ الجلوكوز موجود في اللومن بلو كونسنتراتيشنز وداخل الخلية موجود في هاي كونسنتراتيشنز فأنا بدي شغلة تساعد الجلوكوز إنه يشتغل أو يمشي إيش؟ أبهل يشتغل أبهل إيش يعني أبهل؟ ليهي مع أو أغينست الكنسنتراتيشن ينتقل من الوسط الأقل تركيزاً إلى الوسط الأعلى تركيزاً الآن الإشي اللي رح يساعد الجلوكوز على إنه ينتقل إلى داخل البروكسيمال تبيول سلز هو الصوديوم الآن الصوديوم موجود في اللومن بكميات كبيرة ماشي؟ وداخل الخلية بكميات صغيرة وبالتالي بشكل سهل وبشكل خلينا نحكي طبيعي جداً الصوديوم رح يمشي من الوسط الأعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز تمام؟ الآن الصوديوم ما رح يمشي لحاله رح يمشي عن طريق قناة أو من خلال قناة اسمها الـ SGLT السبب إنه الصوديوم رح يمشي في هذا القناة لأنه حامل معه إيش؟ حامل معه الجلوكوز الآن لما ينتقل السوديوم ماشي طبعاً هون أنا في عندي اثنين سوديوم ينتقلوا إلى داخل الخلية لما ينتقل السوديوم من الوسط الأقل تركيزاً إلى الوسط الأقل تركيزاً يعني مع الـ Electrochemical Ingredient تمام؟ ويحمل معه الجلوكوز ويساعده إنه أو يعطيه الطاقة اللازمة يحمل معه الجلوكوز ويعطيه الطاقة اللازمة إنه ينتقل الجلوكوز من الوسط الأقل تركيزاً إلى الوسط الأعلى تركيزاً هاي العملية كلها بسميها Secondary Active Transport طبعاً انتقال الجلوكوز من الوسط الأقل تركيزاً إلى الأعلى تركيزاً بسميه Uphill Movement وانتقال السوديوم من الأعلى تركيزاً إلى الأقل تركيزاً بسميها Downhill Movement طيب الآن الجلوكوز دخل إلى داخل الخلية وبدو يطلع على وين؟ بدو يطلع على الـ Blood خروج الجلوكوز إلى الـ Blood طبعاً إحنا حكينا دائماً داخل الخلية الجلوكوز تركيزه عالي خارج الخلية تركيزه قليل فرح يمشي مع الـ Concentration with Concentration Gradient تمام؟ وبالتالي رح يخرج طبعاً بمساعدة 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 Transporter Protein فبيطلع بعملية تسمى Facilitated Diffusion طيب لان بعد كل اللي صار عشان نقدر ننقل الجلوكوز عشان نقدر ننقل الجلوكوز من اللومن إلى الـ Blood بمعنى نعمله Reabsorption سمحنا للـ Sodium أنه يدخل داخل الخلية وكل ما دخل السوديوم ودخول السوديوم رح يظل يدخل سوديوم يدخل سوديوم يدخل سوديوم بعدما كميات أو الـ Concentration تبع السوديوم يصير عالي داخل الخلية طب كيف رح نتخلص من هذه الكميات الكبيرة من السوديوم اللي دخلت عن طريق بمب مهم جداً ووجودها مهم جداً اسمها Sodium Potassium 80 Base بمب رح يطلع السوديوم برا عشان يتحافظ على وجود السوديوم برا الخلية بنسب أعلى من داخلها وبالتالي يستمر دخول الجلوكوز إلى الخلية ويستمر Reabsorption of glucose طيب لان في عندي مثلاً على سبيل المثال بقدر أستفيد من هذه البن في مرضى الديام ديبيتس ميليتس مرضى الديبيتس ميليتس عندهم نسب عالي من الجلوكوز في البلد فأنا بدي أمنع الجلوكوز من أنه يدخل الدم فنتيجة لذلك بروح بشتغل على إيش بشتغل على الـ SGLT من الأدوية اللي بتشتغل على الـ SGLT هي ريزفيراترول والغليفلوزين الغليفلوزين خلينا نحكي بعض الأدوية من هايذي العائلة لسه مش ماشي بمدى فعليتها في منع الجلوكوز من أنه يدخل إلى داخل الخلية أوكي لكن ريزفيراترول ويستعمل يعني لمرضى ديبيتس مليتس أنه يمنع الـ Reabsorption للغليفلوز الآن في سؤال سألته الدكتورة للطلاب أنه هل ممكن أشتغل على الـ Potassium الـ Sodium Potassium 80-Base Bump لحتى أساعد مرضى الـ ديبيتس مليتس أنهم يعني أنه ما يصر في عندهم Reabsorption للغليفلوز طبعا الجواب لا لأنه هاي البوم ماشي موجودة في أماكن مختلفة من الجسم وبكمية يعني تقريبا أي تيشو أو أي خلية تقريبا بالروع عليها رح نلاقي فيها Sodium Potassium 80-Base Bump وبالتالي رح يصير في مشاكل كبيرة عندهم كبيرة عندهم لو وقفنا عمل هاي البوم لانا نرجع نأكد على الكلام Sodium Potassium 80-Base بمعنى بمعنى أن السوديوم سيكون في الأكستراصيلولار أكبر من الانتراسيلولار حكينا لأنه دائما إحنا بحاجة إلى أن السوديوم يظل داخل الخلية داخل الخلية داخل الخلية أعلى من الانتراسيلولار فلويد لغوكوز مووز من تبولر فلويد إلى السل في صديم جلوكوز ترانسبورتر اللي هي SGLT زي ما حكينا إلى الممبرين 2 صديم آيون و1 جلوكوز بيضع الترانسبورتر في هذا جلوكوز ترانسبورتر الغلوكوز أغانست الإلكترو كيميكال والإنرجي اللي خلتها تطلع أبهل أو خلتها تنتقل من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز أجت من أجت من الداخل موومنت أو صديم هذه العملية زي ما حكينا منسميها secondary active transport أيضا حكينا الجلوكوز لما يجي ينتقل إلى البريتبولر كابيلاري إلى البلود يعني عن طريق بوجود بروتينز أو ترانسبورتر بروتينز في هاي الجلوكوز يتحرك يعني مع من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز هم عبارة عن وهذه المعلومة ما حكيناها اللي هم الجلت ون والجلت تو هذول البروتينز أو الترانسبورتر بروتينز اللي بيسمحوا للجلوكوز أن ينتقل من السل تبعت البروكسي ملت بيول إلى البلود هاي اللي هي هاي هاي قد تكون قلت 1 أو قلت قلت 1 أو قلت 2 طيب الآن من نسبة الفلتر لود كل ما زادت طبعا في عندنا علاقة بتحكي أنه كل ما زادت البلازما قلت كل ما زاد الفلتر لود طبعا بناء هاي العلاقة هاي بروبورشنال داريك بروبورشنال أوكي دايريك بروبورشن كل ما زاد الفلتر كل ما زاد البلازما قلت كل ما زاد الفلتر لود طيب الجلوكوز عن قدرة الخلايا على الريابزوربشن هاي هي فكرة الموضوع التالي اللي رح نطرحه ايش رح يصير لو كمية الجلوكوز الفلتر الزلوكوز زادت عن قدرة الخلايا على الريابزوربشن لان قبل نبلش في معلومة جدا مهمة الترانسبورترز اللي بتسمح لانتقال الجلوكوز من اللومن تبع البروكسومل تبيول الى داخل الخلية ممكن يصير لها ساتشوريشن شو يعني ساتشوريشن يعني توصل الى مرحلة تصير غير قادرة على في حال مثلا زاد كميات الجلوكوز عن لمت معين تصير فيها هاي الترانسبورترز غير قادرة على انها تنقل الجلوكوز الى داخل الخلية اوكي فبهذه الحالة رح يصير في عندي مشكلة او صار رح يصير في عندي تغيير معين على الريابزوربشن وهذا اللي رح نعرفه الان طيب اول ايش احنا حكينا ببداية المحاضرة انه دائما شو ما صار في عندي فلتريشن للجلوكوز لازم كل الجلوكوز اللي صار له فلتريشن يرجع يصير له ايش صل له ريابزوربشن لانه انا ما بدي نهائيا يكون في عندي اي جلوكوز في الاكسكريتد يورين طيب وعليه فلو بنمثل هذا الموضوع في شارت دائما مدام البلازما جلوكوز كونسنتريشن اقل من 200 ميلي جرام لكل ديسلتر كمية يعني هون كمية 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 الريابزوربشن تساوي كمية الفلتريشن يعني صار فيه فلتريشن لا مثلا 120 ميلي جرام من الجلوكوز رح يصير فيه ريابزوربشن ل120 ميلي جرام من الجلوكوز هاي قاعدة ثابتة مدام الكونسنتريشن اقل من 200 السبب انه رح يكون في عندي كارييرز او اللي هم التراس بورتر بروتينز كافية انها تنقل وتعمل ريابزوربشن للجلوكوز ورح تكون متوافرة بشكل جيد بحيث انها تكون قادرة على نقل الجلوكوز الى داخل الخلية لا اذا الجلوكوز كان اكثر من 350 ميلي جرام تر دي سي لتر رح توصل كل الكاريير او الكارييرز تبعت الجلوكوز الى حالة الساتوريشن رح يصير فيه complete saturation of كارييرز بحيث انه الكارييرز هاي رح تصير غير قادلة غير قادرة على انها تعمل reabsorption لا الكمية زيادة اوكي اللي صارها صار لها filtration من الجلوكوز بمعنى احنا الان واقفين عند 350 صح طيب عند هاي المرحلة حكينا الكارييرز رح تكون saturated saturated فايش رح تعمل رح تعمل reabsorption تمام رح تعمل reabsorption بريت ثابت رح تعمل reabsorption بريت ثابت الان شو ما ارتفع الفلتريشن ريت شو ما ارتفع الفلتريشن ريت ما رح تظهر في عندي زيادة في reabsorption رح تظهر في reabsorption بريت ثابت احنا حكينا بالبداية ان ريت مدام احنا قبل الميتين الريت بظل تبع الريابزوربشن في زيادة مع زيادة الفلتريشن ريت لان اذا وصلنا لمرحلة 350 ملي جرام of glucose لكل ديسي لتر هذا يعني انه احنا وصلنا لمرحلة اصبحت فيه الكارييرز saturated ماشي معنى انها صارت saturated معناته الريابزوربشن رح يظل ثابت حتى بزيادة الفلتريشن ريت تمام حتى بزيادة الفلتريشن ريت رح يصير رح يظل الريابزوربشن ريت ثابت لان لما يكون الريابزوربشن ريت لما تكون كارييرز اه saturated ويكون الريابزوربشن ريت ثابت النقطة اللي بيبلش عندها الثبات بسميها TM TM معناها ايش transport maximum معناها انا وصلت لحد لحد الاقصى من الريابزوربشن اكثر من هيك ريت ما بقدر اعطي طيب الان اذا احنا عرفنا ان احنا قبل الميتين اي زيادة في الفلتريشن ريت رح يكون في زيادة مماثلة في الريابزوربشن ريت الان مدام انا طلعت عن الثلاثمية وخمسين انا رح اوصل لايش لا saturated كارييرز وبالتالي الريابزوربشن ريت رح يكون ثابت وبما انه الريابزوربشن ريت ثابت الان شو ما زاد الفلتريشن ريت رح يضر الريابزوربشن ريت ثابت وحكينا ان احنا بداية الثبات في الريابزوربشن ريت بنسميه او بنطلق عليه اسم التي ام الان فيه نقطة مهمة فيما يتعلق بالإكسيكريشن في هاي المرحلة احنا حكينا انه مدام الغلوكوز اقل من 200 ميلي جرام اقل من 200 ميلي جرام معناته كل اللي صار له فلتريشن رح يرجع يصير له ريابزوربشن مدام الكمية اللي فلتريتد صار لها كلها ريابزورب معناته بالإكسيكريشن رح يكون فيه عندي زيرو ايش زيرو غلوكوز رح يكون فيه عندي زيرو غلوكوز طيب الآن انا بعد الميتين بعد الميتين لما بلشت اطلع عن الميتين هون الكارييرز رح تبلش ايش يصير فيها جزء منها رح يبلش يصير saturated والجزء الاخر رح يظل ورح يظل يشتغل عادي يكون وفي التالي رح يكون فيه عندي اشي بسميه هتيروجينيسي شي يعني هتيروجينيسي يعني فيه عندي كارييرز بعضها بيشتغل مش غال وممتاز وبعضها الثاني لأ saturated وبيش قادر ينقل غلوكوز الآن بما انه فيه بعض الكارييرز مش قادر يتنقل غلوكوز معناته الغلوكوز رح يصير له فلتريشن ماشي بنسبة معينة بريت معين الري أبزوربشن ما رح يكون كامل معناته لما ارجع للإكسيكريشن الإكسيكريشن إيش رح يكون فيه رح يكون فيه غلوكوز رح يكون فيه غلوكوز طيب الآن إيش اللي بدو يصير الآن كل ما كان فيه كارييرز رح تصير saturated أكثر كل ما قل الري أبزوربشن كل ما زاد وجود الغلوكوز مع الإكسيكريشن يورين وعليه رح تبلش الإكسيكريشن وجود الغلوكوز في هاي الغلوكوز فلتريشن كل ما زاد رح يبلش الإكسيكريشن يزيد وجود الإكسيكريشن يبلش يزيد تمام رح يبلش الإكسيكريشن يزيد الآن النقطة اللي بيبلش عندها الإكسيكريشن أو اللي بيبلش عندها الإكسيكريشن للغلوكوز يعني بسميها اللي هي النقطة اللي بيبلش تظهر عندي الهتيروجينيسي ماشي وبتبلش بعض الكارييرز يصير الهاتف وينزل الجلوكوز في اليرين مع الاكسكريشنز أوكي أو مع الاكسكريتد ييرين هون نقطة البداية بسميها تمام هاي النقطة بتبلش لما يصير تركيز الجلوكوز من من 200 إلى 250 ميلي جرام بر دي سي لتر وزي ما حكينا بعد الثلاثمائة وخمسين زي ما حكينا بعد الثلاثمائة وخمسين أي زيادة في الفلتريشن عن الثلاثمائة وخمسين ما رح حصير لها ري أبزوربشن ورح تنزل في اليوري الآن في عندي منطقة تمام تقريبا بتوين الثريشولد and التي أم تقريبا بين الثريشولد والتي أم اسمها السبلي ريجن هاي السبلي ريجن اللي بيبلش فيها طبعا البلازمة بيكون فيها من تقريبا من 250 إلى 350 لما يكون يعني أنا ماتا بطلق على هاي المنطقة بالسبلي ريجن لما تكون بين الثريشولد والثريشولد والتي أم الآن قداش بيكون بين هاي المنطقة تقريبا اللي هي البلازمة بلازمة 250 إلى 350 وبالمناسبة هذه القيم اللي هي أعلى من 200 طبعا قيمة المتين ثابتة إنه أعلى من 200 لا بصرف عندي مشاكل بصرف عندي بلش الثريشن لأن القيم تبعت مثلا هسا سيحكينا من 250 إلى 350 في مصادر ثاني بتحكي لا من 200 إلى 350 لأنه الهاتف بيبلش عن 200 اختلاف اختلاف في شو اسمه اختلاف في المصادر بس لأنه أنا شفت مصادر ثاني بتحكي من 200 إلى 350 الآن هاي المنطقة اللي هي منطقة اللي هي من هون هاي المنطقة هاي المنطقة اللي هي منطقة 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 هي المنطقة اللي بظهر فيها ايش الهتيروجنسة اللي هي حكينا بعض الكارييرز بتكون ساتوريتد وبعض الكارييرز بتكون افيلي بتشتغل عادي طبعا في منطقة كل ما مشينا باتجاه تي ام كل ما زاد الساتوريشن وقلت الكارييرز اللي افيليبين طبعا كل ما زاد بكون فيها كل ما مشينا قدام بكون زيادة في البلازما أو السري زيادة في الغلوكوز كونسنتراتيشن فهذه هي منطقة اللي هي بكون فيها هيتيروجينيست اللي هي بتبلش فيها مرحلة الساتوريشن كل ما فيها قاعدة بتزيد 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 نعيد اللي حكيناه بسرعة اول اشي احنا حكينا انه انا اليورن بشكل طبيعي يفترض انه ما يكون او نسبة الفلتريشن دائما تساوي نسبة الريابزوربشن دائما تساوي نسبة الفلتريشن بالنسبة للغلوكوز اي اشي اي قيمة بصير لها فلتريشن او كمية من الجلوكوز لازم كلها تصير لها كمبيت ريابزوربشن ودائما بالوضع الطبيعي ما لازم يكون في عندي جلوكوز في اليورن لا في بعض الحالات لما البلازما جلوكوز يزيد عن الميتين هنا رح يبلش الان رح نحكي القصة بشكل متسلسل اكثر رح يبلش عندنا زيادة رح تبلش بعض الكارياز حكينا احنا في عندنا الميت معين لالكاريينج للغلوكوز مجرد ما زادت الكنسنتريشن للغلوكوز رح تبلش يصير في عندي اشي اسمه ايش اشي اسمه ساتوريشن للكارياز رح تبلش الكارياز يصير لها ساتوريشن وكارياز ثاني رح تكون يعني عملية الساتوريشن هتكون مفاجئة ماشي فيبلش عندي زيادة في الساتوريشن زيادة في عدد الكارييرز اللي بيصير لها زيادة في عدد الكارييرز اللي بيصير لها ساتوريشن الآن في هاي المرحلة اللي هي لما يزيد الغلوكوز عن الطبيعي المسموح هنا هاي الكارياز رح يصير لها يبلش يصير لها إيش؟ يصير لها saturation ولما يبلش يصير لها saturation رح توصل لمرحلة شوي شوي لحد ما توصل لمرحلة إيش؟ طبعا كل ما فيها قاعدة بتبعد عن أو كل ما فيها قاعدة بتبعد عنه ماشي رح توصل لمرحلة اسمها التي أم اللي عندها بكون طبعا عند 350 ميلي جرام بر دي سي لتر تكون فيها كل الكارير saturated وبالتالي الريابزوربشن ريت بيثبت عند قيمة محددة بصير فيه ريابزوربشن للغلوكوز بقيمة محددة او بريت محدد ما بتغير نهائيا شو ما زاد الفلتريشن ريت تمام او الفلترد لود شو ما زاد الفلترد لود الريابزوربشن ريت رح يظل ثابت وحكينا انه كل ما زاد كل ما صار في عندي saturation اكثر كل ما صار في عندي excretion للغلوكوز في اليورين اكثر اللي ما صار له يعني اي اشي ما بصير له يعيش رح يصير له ولما نوصل للتي ام اي اشي اي غلوكوز بزيد عن 350 ما رح يصير له وراح يصير له ايش رح يصير له excretion في اليورين هاي بشكل عام يعني تلخيص بسيط الآن ننتقل من الجلوكوز إلى اليوريا إيش هي اليوريا؟ اليوريا هي عبارة عن ناتجة عن ناتجة عن ميتابوليزم لإيش؟ للبروتينات والأمينو أسد طبع طيب هاي اليوريا بصير لها من البلازمة إلى البومينز طبعا إيش يعني الآن في الفيديو السابق أنا أخطأت في توضيح مفهوم وحكيت إنه يعني مادة بتكون وهذا المفهوم خاطئ هي عبارة عن إنه لما يصر فيه على سبيل المثال للليوريا نسبة اليوريا أو تركيز اليوريا في البلازمة حيساوي تركيز اليوريا في البومينز كافتي أو البومينز سبيس هاي معنى يعني إنه الكنسنتريشن هون إيكوالز الكنسنتريشن هون اللي هي الكنسنتريشن في البلازبة إيكوالز الكنسنتريشن في البومينز سبيس طيب هذا مفهوم الـ وإن شاء الله رح نرجع نأكد عليه بمعلومة أو بمسج كمان لتأكيد المعلومة لا الآن اليوريا صار لها بالتريشن بنسبة كم؟ بنسبة 100% شي يعني بنسبة 100%؟ يعني كمية اليوريا اللي موجودة بالبازمة إيش؟ صار لها فالتريشن فصارت زي ما حكينا صارت كمية اليوريا اللي موجودة في البازمة إيكوالز كمية اليوريا اللي موجودة في البومينز سبيس الآن رح نمشي مع اليوريا ستب باي ستب عشان نعرف إيش اللي بصير معها لعن من أهم الأشياء اللي بيتميز اليوريا اللي هي الباسيف ريابزوربشن لعن كيف الباسيف ريابزوربشن بصير؟ أول إشي أول تغيير بيطرق على اليوريا بس تطلع من البومينز سبيس وتدخل على البروكسيمال تبيول هي عملية الريابزوربشن بصير في عندنا ريابزوربشن لليوريا بسيمبل ديفيوجن طيب كيف بصير هاي عملية ريابزوربشن طبعا توضيح كيف بتصير ريابزوربشن كمان مش مطلوب بس مطلوب أنه نعرف سيمبل ديفيوجن ولكن أنا بدي أشرحها من أجل الفهم يعني عشان نفهم كيف بصير سيمبل ديفيوجن اللي بيصير أنه بصير في عندنا ريابزوربشن للسوديوم ودائما أينما يحل أو أينما يكون انتقال السوديوم يتبعه انتقال للووتر لما انتقلت السوديوم والووتر إلى البروكسيمال كابلاريز صار تركيز اليوريا داخل التبيولز أعلى من المكان موجود عندنا سوديوم ووتر بمعنى أنه أنا لما يكون في عندي مكان أشيل منه عندي مجموعة السبستانسز شلت منه كل هاي السبستانسز وخليت سبستانسز واحد مادة لحالها الآن الكنسنتريشن لهاي المادة في هاي المكان رح يزيد الآن لما زاد الكنسنتريشن لليوريا داخل هذا التبيول إيش اللي رح يصير اليوريا مقارنة بالبروكسيمال بالبروكسيمال كابلاري رح يكون الكنسنتريشن تبعه في البروكسيمال تبيول أعلى وبالتالي يروح ينتقل إيش ينتقل إلى البروكسيمال تبيول رح يصير لها ري أبزوربشن والخمسين بالمئة الثانيات رح يكمل للطريق إذن أول إشي صار سيمبل ديفيوجن ري أبزوربشن باي سيمبل ديفيوجن لليوريا وصار الري أبزوربشن بنسبة خمسين بالمئة وظل عندنا خمسين بالمئة رح يكمل الطريق الآن بعد ما مرينا في البروكسيمال تبيول رح ننزل على اللوب أوف هنلي الآن في اللوب أوف هنلي اللي رح يصير رح يصير فيه سيكريشن والسيكريشن أيضا رح يصير بي سيمبل ديفيوجن الآن رح يصير سيكريشن لليوريا بكمية كبيرة جدا لحتى الكنسنتريشن تبع اليوريا أوكي أو كمية اليوريا توصل ل110 بالمئة من كمية اليوريا الأساسية اللي هي 100 بالمئة الآن احنا حكينا بالبداية طبBERG أي شيء أي شيء می وعشر بالمئة احنا حكينا مية بالمئة ليش؟ لأنه كمية الموجودة الكمية الموجودة في البلازمة تساوي تبع اليوريا في البلازمة الكنسنتريشن تبع اليوريا في وين؟ في البومانس طيب الآن الكنسنتريشن تبع اليوريا إذا كان الكنسنتريشن تبع اليوريا 110% بمعنى انه بزيد 10% عن الكنسنتريشن اللي موجود في وين في البلازما طيب الان صار في عندنا سيكريشن باي سيمبل ديفيوجن بعدين مشى داخل التبيولز وبشى خلال الدستال كونفيليوتي التبيول ازى 10% لحد ما وصل الى وين لحد ما وصل الى الكلكتينج دكت لان في الكلكتينج دكت في عندنا خيارين الخيار الاول انه اليوريا تطلع 110% بالمية زي ما هي تطلع كاملة ازى اكسكريتد از مع الاكسكريشن او وهو الخيار الثاني اللي هو الخيار الاصح انه يصير في عندنا ايش يكون في وجود للاد اتش اللي هو الهرمون الاد اتش اوكي اللي يعمل ايش اللي هو الانتي ديوريتيك هرمون اللي يعمل ايش يساهم في ري ابزوربشن اوكي باي فاسيليتيتي الديفيوجن بنسبة 70% لليوريا اللي موجودة جوا طيب نحكي شوي شوي الان الاد اتش احنا بنعرف انه بيعمل اكسكريشن لشانلز او ترانسبورترز معينة او ترانسبورترز معينة تسمح بدخول السوديوم على اساس انه بس يدخل سوديوم يسحب مي وايش ويزيد الضغط معاشي طيب من ايضا المهام الثانية اللي بيقوم فيها الاد اتش انه يعمل ايضا اكسكريشن لترانسبورتر شانلز او ترانسبورتر برواتينز او شانلز تعمل ايش تنقل اليوريا وتعمل ري أبزوربشن لليوريا ماشي بنسبة ايش بنسبة 70% لا عندي 110% ناقص 70% رح ينتهي عندنا 40% ال40% هذول همه اللي رح يصار لهم ايش رح يصار لهم اكسكريشن هذول ال40% همه اللي رح يصار لهم اكسكريشن في النهاية اذا الري أبزوربشن في في البروكسيمال تبيول صار بي سمبل ديفيوجن ماشي وادى الى الري أبزوربشن الى 50% من الكونسكريشن تبع اليوريا في اللوبو في هنلي صار في سيكريشن بنسبة 110% اوكي في ال 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 صار فيه ري أبزوربشن عن طريق فاسيليتات الديفيوجن بمساعدة ال الاده هرمون طبعا بوجود الاده هرمون فصار ري أبزوربشن بنسبة 70% بفاسيليتات الديفيوجن ادى بالنهاية الى انه صار فيه اكسكريشن بنسبة 40% ل اليوريا هاي هي خلينا نحكي عمليات الري أبزوربشن والسكريشن بالنسبة ل اليوريا لان اليوريا اليوريا يعني فيه لها وجودها اول اشي ليش بصير فيه ري أبزوربشن بصير الري أبزوربشن لانه اليوريا اصلا وبنسبة 70% يعني نسبة كبيرة لانه اليوريا اصلا تعد مهمة بسبب انه الجسم بيعملها ري سايكلين لحتي يحولها لأمينو أسد معاشي ويحولها بعدين الى بروتينات هاي اول نقطة ثاني نقطة وجود اليوريا في النفرونز والعملية اللي دخلت هاي اشياء دخلت اشياء صار لها ري أبزوربشن سيكريشن ري أبزوربشن سيكريشن طب احنا شو استفدنا لان بتساهم اليوريا في انها تعمل ري أبزوربشن للووتر فيصير فيه كونسنتريشن لليورين في حالات معينة الان ليش بدل كونسنتريشن لليورين طب انا شو بستفيد من هذا الاشي ايضا كمان بتساهم في انها تعمل إكسكريشن للبوتاسيوم الان إكسكريشن للبوتاسيوم ليش زي في حالات الهايبريكاليميا نحكي عن الموضوع وكمان ايضا هذا الموضوع انه كيف بتساهم في البوتاسيوم انها تعمل بوتاسيوم ما نشرح مش مذكور بس عشان الفهم لا الان وجود اليوريا في التبيولز وجود اليوريا في التبيولز رح يساعد على ارتفاع اليورين فلورايت لما يزيد اليورين فلورايت رح يزيد الإكسكريشن للبوتاسيوم وبالتالي رح يقلل من كمية البوتاسيوم الموجودة في الدم فيساعد في علاج أو في خلينا نحكي موازنة أو البلنس أو الكمبنزيشن لعملية يعمل يعمل كونترول أو ريجوليشن لكميات البوتاسيوم الكبيرة عن طريق أن يعمل إكسكريشن للبوتاسيوم الآن في عندنا حالات خاصة في بعض السبستانس على سبيل المثال سبستانس with high clearances أو clearances are those that are both filtered across the glomerular capillary and secreted from peritibular capillary enterin زي الـ PAH حكينا اللي بيحدد الـ Blood Fluorate الآن ال-PAH عنده highest clearance شو يعني highest clearance أول إشي يتم التخلص منه بكل الطرق المتاحة شو هنه طرق التخلص المتاحة إنه أنا أبعث السبستانس أو أورديها على وين؟ أورديها على التيبيولز عشان إنها تطلع في الإكس كريشن شو الشغلتين youth اللي بيعملن أو بيساهمن في الإكس كريشن اللي هي السكريشن والفيلتراتيشن السكريشن رح تبعث المواد إلى التبولز والفيلتراتيشن كمان رح تبعث المواد إلى التبولز وبالتالي تعتبر عندها ال-PAH تعتبر substance with highest or high clearance طيب Substances with lowest clearance are those that either are not filtered ماشي ما بظلهم filtration زي البروتين or are filtered and subsequently reabsorbed into peritibular capillary blood زي الجلوكوز زي ما حكينا بصير له filtration ماشي لكنه برجع بصير له reabsorption بشكل كامل فهذا عنده lowest clearance rate اما بالنسبة للبروتين في البروتين اصلا ما بصير لها filtration من الاساس وبالتالي كمان الكليرانس تبعه قليل يعتبر اضافة الى ذلك في عندنا السوديوم السوديوم بصير له reabsorption بنسبة كبيرة الجلوكوز حكينا completely ايضا كمان من الاشياء اللي بصير لها reabsorption بنسبة كبيرة الامينو أسد ال-HCO3- وCL- طيب الآن relative clearance of substances نكمل substances with clearance equal to GFR الآن السبستانس اللي الكليرانس تبعها equal to GFR نتذكر الانيولن الانيولن شو حكينا عنه الانيولن حكينا ما بصير له secretion ولا بصير له absorption اوكي وبالتالي كمية الانيولن اللي بصير لها filtration هي نفسها كمية الانيولن اللي بصير لها excretion ما بصير اي تغيير عليها سواء من secretion او من ايش او من سواء من secretion او من reabsorption لا secretion ولا reabsorption طيب شو يعني glomerular markers على سبيل المثال احنا منستخدمهم for measurement of GFR طيب طيب بناء على كل اللي حكينا لو بناني نجي نصنف ونعمل مقارنات حكينا ال-pah هي الاعلى clearance يليها البوتاسيوم هسا ليش البوتاسيوم لانه البوتاسيوم من المواد اللي بصير لها secretion بشكل كبير يليها ال-inulin حكينا ال-inulin كمية الفلترد تساوي كمية ال-execreted يليها اليوريا اليوريا بصير عليها reabsorption بصير عليها secretion السوديوم حكينا فيه السوديوم بكميات كبيرة كميات كبيرة من السوديوم اصلا برجع بصيرها reabsorption وكذلك من نسبة للغلوكوز الامانو أسد والحثيو ثري ماينس كمان بصيرهم reabsorption بشكل كبير اوكي فالكليرانس عندهم قليل اخر سلايد بمعنى انه ال-weak acid ماشي ال-weak acid لما يكون فيه خلينا نحكي مادة تنضاف يعني هو صار له filtration على سبيل المثال السلسلك acid صار له filtration تمام لا اذا كان فيه عندنا مادة ماشي ترتبط معه تعمله alkalizing لليورن بمعنى انها لو ارتبطت لو فيه مادة ارتبطت معه رح يبطل أسد رح يصير هذا المركب مش أسد فأنا قللت الأسدتي وعملت ايش alkalizing او خلينا نحكي عملت معادلة ل ال-peh تبع اليورن ارتباطه في هذا المركب او في هذا العنصر المعين رح يمنع reabsorption تبعه مرة ثانية بالتالي ايش رح يصير له excretion بشكل أفضل من لو كان لحاله لو كان لحاله ممكن يصير له reabsorption مرة ثانية كمان بالنسبة للويك بيسز زي المورفين الاكسكريشن تبعه بصير له بزيد لو كان في acidifying لو ربطت المورفين ماشي مع مادة ثانية او مع substances معينة اه فكونت مركب اوكي كامل ما رح يصير له reabsorption اوكي اه فأنا قللت نسبة reabsorption لهذا المركب فيروح يعمل ايش يصير له excretion بشكل أفضل اه وهيك خلصنا المحاضرة الحمد لله هاي المحاضرة اخف من قبلها ان شاء الله يا رب تكون مفيدة اه وتكون الشرح وافي بإذن الله